السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من سلسلة لغويات اللي يختص بأصل الكلمات اليوم نبحث عن كلمة شاي وأصلها فأول ظهور للشاي هو في الصين ويسمى باللغة الصينية تشا مثل ما تشوفون سي اي اي وعلي هذا الشارحة اللي هي أحد التونات العربعة المستخدمة في اللغة الصينية فكلمة شاي في اللغة الصينية هو بالحقيقة رمز من عدة رموز فعدنا أول رمز اللي هو هذا من جهة اليمين كان ما خط وبي شارح تين هذا الرميز يعبر على النبات أو العشب ويسمى باللغة الصينية ساو زائد الرمز الثاني بالوسط هذا يمثل شجرة وبها خط من جو فهو يعبر عن فتشي عن الأساس أو عن قاعدة أو شجرة مثبتة بالأرض فأساس أو قاعدة وعندنا الرمز الأخير اللي هو يشبه الثمانية هذا يعبر عن الشخص يعني person أو people يلفظ يلفظ ran فالعشب وقاعدة أو أساس والإنسان بالثقافة الصينية قبل يقولون أنه العشب أو النبات فتشيء أساسي بالنسبة للإنسان فبعد ما دمجوا هذا الرموز طلع عنا رمز اللي شوفنا قدامكم اللي أنا مكبرة صار عندنا تشاي أو الشاي زيان هو كان باللغة الصينية تشا بعدين البلاد فارس بحكم قربها من البلاد الصينية باللغة الفارسية يضيفون حتى يعرفون الكلمة يضيفون المقطع i بنهاية الكلمة فأصبحت الكلمة تشاي هي كانت تشا خلو لها ألف ويا صارت تشاي بعدها أيضا بحكم الحضارة العربية وتداخلها مع الحضارة الفارسية تحولت هذه الكلمة للغة العربية وأصبحت شاي أو الشاي أما كلمة تي اللي نشوفها بالانجليزية فهذا الكلمة أصلا بوحيتها هي مرخوذة من اللغة التايوانية وبعدين وصلت لهذه المرحلة